ثورة تشرين عادت بزخم قوي مجددة عهدها بإزالة العملية السياسية وعندها قد يخرج الطرف الثالث الذي يقتل المتظاهرين كما تدعي الحكومة رغم غيابه عن ساحة الصراع عندما تعلق الأمر بتظاهرات التيار الصدري والإطار التنسيقي برقية سرية سربت من قيادة عمليات بغداد تحذر فيها من احتمال حصول اغتيالات داخل العاصمة من قبل من سمتهم مجاميع مسلحة بواسطة سيارات لا تحمل لوحات مرورية أو مظللة بالإضافة إلى دراجات يستقلها أكثر من شخص وللمفارقة يتزامن ذلك مع خروج تظاهرات لثوار تشرين في ساحة النصور والتنسيق لتظاهرات مستمرة هذه البرقية المسربة تدل على أن الطرف الثالث سيخرج من قبعة الساحر فلقد حان دوره لضرب كل من يجسد العلة الحقيقية لأزمات العراق ويسير على طريق الثورة المنشود إثارة غبار الفوضى في هذا التوقيت عن طريق الاغتيالات يراد منه صرف الأنظار عن الصراع المتنامي والمحتدم بين الكتل السياسية وتوحيد الجهود لمنع ارتفاع زخم تظاهرات ثورة تشرين إذ أن الظروف السياسية أصبحت مواتية أكثر لرفع الصوت عاليا ضد العملية السياسية ولسيما تكرار الثوار لشعارهم الذي أثار غضب الميليشيات عودة مسلسل الاغتيالات بمعرفة القوى الأمنية مسبقا يؤكد أن من يتحكم بالجريم المنظمة ويخلق الفوضى هي الأطراف السياسية التي تخلق عدة أزمات أمنية واقتصادية وسياسية مع كل خلاف تشعله فيما بينها وكأنها تقول للعراقيين عليكم أن تكونوا ضحية أي نزاع تحركه المطامع السياسية